شيئاً فشيئاً تنكشف مدى هشاشة الاتلافات بين شركاء العملية السياسية المرتكزة بالأساس على تقسيم النفوذ والمصالح الشخصية وما يظهر جلياً باتساع رقعة الصراع داخل اتلاف إدارة الدولة الذي انبثقت منه حكومة السوداني فبعد الخلافات المسربة بين المالك والسوداني يطفو على السطح صراع آخر بين رئيسي الحكومة والبرلمان الحاليين بيد أن هذا الخلاف أخذ بعداً آخر أكثر حدة وصل إلى حد التهديد بإقالة الحلبوسي فبحسب مصادر برلمانية فإن المالك وقيس الخزع ليقودان تحركاً سياسياً لاستبدال الحلبوسي بشخصية أخرى من تحالف العزم المناوئ لتحالف السيادة الذي ينتمي له رئيس البرلمان الحالي أما عن أسباب هذا التحرك فترجعها مصادر في اللجنة القانونية البرلمانية إلى اعتراض الحلبوسي على قرارات اتخذها السوداني تتعلق بمناصب حكومية وإدارية وأمنية أعتبرت استهدافاً لحزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي وإلى جانب ذلك تؤكد المصادر أن الحلبوسي اعترض كذلك على تجاغل السوداني لملفات تم الاتفاق عليها قبل تشكيل حكومته لكنه تنصل عنها بمجرد وصوله إلى سلدة الحكم كما أن السوداني يسعى لاستبدال محافظي الأنبار ونينو والمحسوبين على الحلبوسي وهي اعتراضات اعتبرها السوداني تدخلات في عمل حكومته وعلى الرغم من المحاولات السياسية لرأب الصدع الحاصل إلى أن جميعها باءت في الفشل وفق ما تشير مصادر برلمانية فالحلبوسي متغيب منذ أسابيع عن جميع الاجتماعات التي عقدها تلاف إدارة الدولة وفي حال إقالة الحلبوسي وهو سيناريو وارد الحدوث إذا صوت 165 نائباً على ذلك فإن ذلك يرجح فرضية انسحاب التحالف السيادة بشكل كامل من البرلمان على غرار ما حصل مع التيار الصدري وبحسب هذه المعطيات فإن انهيار اتلاف إدارة الدولة بات أقرب من أي وقت مضى فهذا الصراع يختزل طبيعة الاتلافات الهشة والمبنية على المكاسب السياسية ويعمق الإدراك بعدم إمكانية إنتاج الطبقة السياسية الحاكمة أي حلول للأزمات التي تعصف بالعراق ترجمة نانسي قنقر